السجناء من وراء القضبان يستمعون لهدير طائرة هليكوبتر ويسترقون النظر لثلاثة سجناء اخرين يركضون نحوها بينهم احد اخطر المجرمين في العالم دقائق قليلة والطائرة تحلق بالسماء مبتعدة عن سجن ريو بضحية سين ايمارن في باريس وهي تحمل الجزائري رضوان فايد اشهر رجل عصابات في فرنسا بطريقة هليودية من دون تدخل اي عنصر امني ورغم ان بعض تفاصيل لغز الهروب الاستعراضي الذي حدث في يوليو عام الفين وثمانية عشر ما زالت مجهولة لكن ما كشف منها كفيل بجعلها احد اكثر عمليات الهروب اثارة بتاريخ السجوم وخاصة وان رضوان عاشق افلام الجريمة والاكشن جعل من هذه الافلام مرجعا له للتخطيط لعملياته وتنفيذها فكيف فعلها الجزائري رضوان الفايد المولود في فرنسا بتاريخ العاشر من مايو من عام الف وتسعمائة واثنين وسبعين لوالدين من اصول جزائرية وبحسب كتاب اللفه رضوان في عام الفين وتسعة جعل الشرطة تلقبه بالمجرم الكاتب فان نشأته بمنطقة كريل احدى الضواحي الباريسية التي تتفشى بها السرقة والقتل والمخدرات جعله يقرر لوج عالم الجريمة لتبدأ مسيرته في عالم السطو والسرقة عام الف وتسعمائة وتسعين بعمر ثمانية عشر عاما حيث مارس اعمال السرقة والعنف لمدة ثمانية اعوام وادار عصابة تورطت في عمليات سطو مسلح وابتزاز قبل ان يتم اعتقاله في الثامن والعشرين من ديسمبر من عام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين في باريس لينال حكما بالسجن لمدة واحد وثلاثين عاما اثر ادانته بتهم خطف رهائن وتكوين عصابة منظمة للسرقة والسطو المسلح الا ان المفاجأة انه اقنع القضاة والسلطات الفرنسية بانه تاب ويريد الحصول على حياةٍ جديدةٍ ويندمج بالمجتمع الفرنسي كرجلٍ صالح فحصل بالفعل على اطلاق صراحٍ مشروط في الثلاثين من مارس عام الفين وتسعة على امل ان يندمج في المجتمع ويدرك ماضيه الاجرامي وراءه رغم التوبة شهرة رضوان الفايد في عالم الجريمة تزايدت بعد صدور كتابٍ في عام الفين وتسعة عن شبابه في شوارع باريس وكيف دخل حياة الجريمة واحترفها اضافةً لتفاصيلٍ عن عملياتٍ اجراميةٍ استلهمها من افلام هوليوت مثل الوجه ذو الندبة للممثل الباتشينو حتى ان رضوان تقمص اسلوب حياته وبعض خطط عملياته الاجرامية من افلامٍ شهيرة فخلال هجومٍ على حافلةٍ للشرطة استخدم الفايد ورفاقه اقنعة حراس مرمى لعبة هوكي الجليد مثل ما فعل الممثل روبرد دينيرو في فيلم هيت الذي شهده رضوان ذلك مئات المرات ليصل به الحال ويصارح مخرج الفيلم مايكل مان خلال مهرجانٍ في باريس بقوله له لقد كنت مستشار الفني ولم يمضي عامٌ على توبة الفايد واعتزال الجريمة حتى شارك في عملية سطم مسلح عام الفين وعشرة ادت الى مقتل شرطيةٍ ليحكم عليه بالسجن لمدة خمسةٍ وعشرين عاماً يقضيها في سجن سين ايمار الا ان السجون لم تكن يوماً عائقاً امام رضوان الذي احترف الهروب منها حيث بدأت سلسلة السجن والهروب منه عندما خدع الجميع في عام الفين وتسعة واقسم انه تغير لكنه عاد في الفين واحد عشر الى السجون وظل من كبارٍ على وضع خطة الهروب حتى جاء عام الفين وثلاثة عشر عندما تمكن من الفرار بمجرد وصوله الى السجن سيكيدين بالقرب من مدينة يلين مستعمل متفجراتٍ لاقتحام خمسة ابواب ومحتمياً برهائن من حراس السجن ليحكم عليه في عام الفين وسبعة عشر بالسجن عشرة اعوامٍ لهروبه من السجن في عام الفين وثلاثة عشر وبالسجن ثمانية عشر عاماً لايدانته بتخطيط عملية سرقة في عام الفين وعشرة قتلت فيها الشرطية اوريلي فوكي وفي عام الفين وثمانية عشر حكم عليه بالسجن المشدد خمسةً وعشرين عاماً بعد فشله في استئناف حكمٍ بسجنه ليقرر بعدها الهرب مجدداً لكن هذه المرة بطريقةٍ تتفوق على كل افلام هوليود التي شاهدها اذ بدأت العملية بارسال طائراتٍ من دون طيار حلقت فوق السجن قبل عدة اشهر حيث كانت في مهمة استطلاعٍ قبل الهروب السينمائي المثير لفايد للتحقق من عدم وجود اي اسلحة مضادةٍ للطائرات في السجن او محيطه وفي صباح الاثنين الثاني من يوليو عام الفين وثمانية عشر توجه رجلٌ من اصدقاء الفايد الاوفياء وعمره خمسين عاماً بصحبة ابنه بعمر عشرين عاماً لنادٍ للطيراء في منطقة فونتني ترزيني من اجل اخذ دروسٍ للمرة الاولى ورغم ان الرجل وابنه لم يكونوا من محترف الطيران الا انهما كانا يعرفان الكثير عن طائرةٍ مروحيةٍ محددة يريدان اختطافها رفض الطيار لطلبهما اخذ جولةٍ بالطائرة لانها مخصصةٍ للمحترفين جعل الرجل وابنه يختطفان الطائرة والطيار واجباره على التوجه الى حقلٍ لاخذ شريكٍ ثالث ثم التوجه الى سجن سود فرانسيليان حيث تم هبوط المروحية في الساحة ليترجل منها رجالٌ مجججون بالسلاح بينما كان رضوان الفايد في باهو انتظار السجن مع اخيه الذي كان يدعي زيارته ومن داخل السجن بدأ بعض شركاء الفايد يلقون قنابل دخانٍ لدى اقتحام السجن بينما بقي بعضهم رفقة الطيار امام الطائرة في الخارج قبل ان يصل رضوان وشقيقه ومعهم سجينٌ ثالث الى متن الطائرة التي حلقت بهم بعيداً نحو منطقة غونيس ليترك الطائرة هناك لاستقلال سيارتين على التوالي عثر عليهم محروقتين فيما بعد في منطقة واز شمال باريس ثلاثة اشهرٍ مضت قبل ان تتمكن الشرطة من القاء القبض على الفايد مجدداً في بلدة كريل شمال العاصمة باريس بصحبة شقيقه ورجلين اخرين ليتم وضعه في سجنٍ مشدد الحراسي حيث يخضع للمراقبة كل ثانيةٍ بثانية فهل وضعت فرنسا حداً لافلام الفايد الهوليودية الواقعية بسجونها ام انه سيفعلها مجدداً?